ذهبنا إلى مخيمات سبع كاري للنازحين في مدينة مغلي لإجراء مقابلة مع كل من السيد حقازي هفتو والسيد تقبى قبرئي يسوس والسيدة منا يوسف وهم نازحين من غرب تيجراي وكانوا في السابق جنود في الجيش الأثيوبي يقومون بخدمة شعبهم ووطنهم وقمنا بسؤالهم عن ما هو الفرق بين الجيش الأثيوبي في السابق والآن كان الجيش الأثيوبي في القدم مكون من كل القوميات والأعرق وكان قويا لا يهتز ليس فقط دولته من كان يحميها بل كان أيضا يحمي الدول المجاورة فقد كان الجيش الأثيوبي ذو مستوى رفيع أما الجيش الأثيوبي الذي نعاصره الآن تغير عن السابق ووصل إلى مرحلة يعتدي فيها على شعبه يقتل وينهب ويرتكب بشع الجرائم لقد كان الجيش الأثيوبي في السابق يشمل أبناء تغير وأمحرة وأورومو وبني شانغول كلنا كلنا مع بعضنا البعض في الجيش الأثيوبي ولكن جاء أبي أحمد وفرقنا عن بعضنا لقد فرق أبناء تغير وأبناء أمحرة الذين كانوا شعبا واحدا الجيش الأثيوبي في السابق كان يضم جميع الأقاليم الجيش الأثيوبي كان يرى جميع المواطني الأقاليم بعين واحدة أي لا يفرق بينهم في شيء لقد كان يحمي الإقليم أما الآن تغير الجيش الأثيوبي عن السابق وذلك منذ تولي أبي أحمد السلطة أصبح الجيش يفرق بين الأقاليم وبين الأديان وأصبح يرتكب وأبشع الجرائم في حق مواطني شعب تغراي وعندما سألنا كل من السيد حقازي والسيد تقبة والسيدة مونا عن ما هي الجرائم التي ارتكبتها الجيش الأثيوبي في غرب تغراي وفي حق شعب تغراي أفادوا لنا كالتالي الجيش الأثيوبي ارتكب الكثير من الجرائم بعد إطلالة عام 2020 بدأ الجيش الأثيوبي بجعل شعب تغراي يعاني ويهجره من مواطني أصبح يعتدي على النساء ويذبح المواطنين بطريقة بشعة ما يحصل الآن هو شيء تاريخي الإنسان أصبح يذبح مثل المواشي والنساء أصبح يعتدي عليهم ومن ثم يذبح إنه شيء عجيب فنحن في زمن يموت فيه في منزل واحد وخمسة أو ستة أشخاص وكل تلك الجرائم ارتكبت ولا زالت ترتكب من قبل الجيش الأثيوبي الجيش الأثيوبي الآن أصبح يقوم بذبح شعبه ولا يفرق بين صغير أو كبير وأيضا يعتدي على النساء مع الأسف نعم كل تلك الجرائم التي ارتكبت في غرب تغراي والتي تعرف بجرائم الإبادة الجماعية ارتكبت من قبل الجيش الأثيوبي مع الأسف فبدلا من أن يحمي الجيش الأثيوبي مواطنيه ارتكب في حقه أبشع الجرائم التي لا يستطيع أي جيش ارتكابها وبالأخص في حق مواطنيه ولكن الجيش الأثيوبي فعل ذلك